بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد ما عملنا في الفيديو اللي فات الليرز بتاعتنا البزنس لوجيك والديتا والبرزنتيشن وبعد ما زبطنا شوية الديبندنسيز اللي احنا محتاجينهم دلوقتي تعالوا بالمرة ممكن نحط فولدر الاسدس بتاع الامجز والايكونز لو احتاجناه يعني ممكن نيجي هنا نعمل كده كده ونيجي نعمل كده ونعمل هنا فولدر الحتة دي نعمل فولدر نسميه جوه الاسدس ده ممكن نعمل تو فولدر واحد نسميه فونتس مسلا ده ونستخدم الفونتات ونقف على الاسدس تاني ونعمل فولدر تاني نسميه وممكن نستخدم ايكونز برضو بعدها عشان لو عايزين نغير لانش ايكون او عايزين نعمل اي حاجة بس ماشي فور ناو الفونتس والامجز هناك بالنسبالي هاجي هنا قبل الامجز ده هكتب اسدس عشان انا في جيت للفولدر وهمسح الكلمة دي انا هنا معناها كاني بقول البروجرام ايه او كاني بقول البرنامج الاسدس بتاعته يعني خش جوا الفولدر الاسمه اسدس ده هتلاقي في فولدر اسمه امجز خش جواه هتلي كل اللي جواه عملت السلاش وسبتها فاضية كاني بقوله هتلي كل اللي جواه الامجز مهما ضفت امجز هاي جيبلي تمام وخلاص عمل باب جيت وما فيش اي مشكلة عندي هروح على المين نبدأ بقى كده نزبط الدنيا لا المين فيها الكلام الكتير اللي قدامي ده وهمسح الكلام ده انا مش محتاجه هاجي هنا مسلا هو الكلاص الستيد في الواجت اللي اسمه الكلاص اللي اسمه my home page ده انا مش عايزه همسحه اهو كلاس الستيدس بتاعته مش عايزه برده برده همسحه همسح كل ده احد اين حد هنا مسحت كل حاجة سبت بس الكلاص اللي اسمه my app اللي وستيتلس مسحت كل حاجة همسح ال line ده كمان همسح ال comment ده كمان ال home دي انا مش عايزها همسحها انا لما باجي اعمل ال routes بتاعتي انا ال routes بتاعتي بعملها بحاجة اسمها on generate route انا بستخدم on generate route عندي بان انا راوت همسح برضو التايتل انا مش عايزه وال theme data بتاعتي برضو مش عايزها اهو خليت ال return material app دي فاضية خالص هاجي جوه material app دي وهقوله debug show debug show checked mood banner اللي هو الشارطة بتاعتي اللي هو بيقولي انه ده debug يعني هقوله false مش عايزها تبين وهاجي هستخدم on generate route ده انا بستخدمه في ان انا انا في جيت ما بين ال screen في كذا اسلوب من ال routing ده ان انت تقوله route وتحطله list بتاعتك انا بستخدم on generate route وهيبقى جميل او معاك مع ال block وهتبقى طريقة حلوة محتاج ان انا اعمل close هنا يزبط لي ال routing بتاعي بس قبل ما اعمل close ده my app ده انا محتاجة اغير اسمه ممكن اللي سميه مثلا breaking اللي هو breaking bad يعني breaking bad app وطبعا هغير الاسم هنا وفي حاجة مهمة قوي 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 ركز معايا فيها ان انت بعد ما غيرت الاسم هنا هزهر لك مشكلة في التست بص محتاج ان انت تيجي في التست تغير الاسم هنا برضو breaking bad app تغيره في التست طيب انا محتاج هنا اباصي اه او محتاج ان انا اعمل فايل بتاع ال routing عشان يزبط لي ال routing بتاعي هيبقى اعمل ازاي فهاجي هنا في الليب ممكن اعمله في البرزنتيشن ممكن اعمله في الليب عادي يبقى مع المين كده تعملك بتاعتك ال business logic وال data والبرزنتيشن انا ساب المين براهم عادي ممكن اعمل ال router برضو براهم ممكن اعمل خلاص تسميه البر تحطه فيه مش هتفرق قوي هقف على الليب هنا واعمل فايل عادي جدا فايل كأنه فايل كده الواحده هسميه اب اندرسكور راوتر دوت دارت ده اللي هعمل فيه ال routing بتاعي 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 بتاعتي اللي انا لما جي انا في جيت يعني هاجي هنا ها امبورت الماتيريال وهاجي هعمل خلاص عادي جدا هسميه اب راوتر وهاجي جوه اب راوتر ده هقوله راوت جيني ريت راوت اللي انا هعمله بقى دلوقتي هو اللي هيزبط لي عملية ال routing عندي دي انا بجدها اسهل طريقة مش او احسن طريقة في فلاتر عشان ازبط موضوع ال routing ده هاجي هنا هقوله راوت سيتنجز هقوله سيتنجز وهاجي هنا بقى هعمل سويتش كيس هعمل سويتش كيس هسويتش على ال settings dot name ال name بتاعي ال name بتاعي ده بقى اللي هو الكيس دي اللي هو الاسم بتاع الفايل او ال destination اللي انا رايح لها زي السلاش اللي هي بتربريزنت ال home يعني عندنا في فلاتر او لو عايز اقول مثلا ال details screen او ايا كان فانا هعمل ال slash اللي بتربريزنت ال home screen وهاجي عندي هنا هقوله ال material ال material ال material ال material page route دي بتاخد builder دي بتاخد builder فانا هاجي هنا ال builder اللي انا هديه لها هقوله هعمل اللامدة كده وهقوله هنا اه رجع لي بقى ال screen هخلي build لي ال screen طبعا ده انا مش محتاجة استخدمه هحط هنا underscore ومحتاج ان انا اقوله هنا هتلي ال screen فطبعا اه ال screen انا لسه ما عملتهاش هاجي هنا في ال presentation تقريبا احنا مكناش عاملناها مع بعض هعمل folder اسميه وهاجي جول ال screen دي واعمل file اسميه characters screen dot dart وهاجي همبرت ال material وهاجي هعمل جواه stateless widget ممكن نحتاج نخليها stateful characters screen لما نحتاج ان احنا نخليها stateful هنعملها stateful لما نحتاج هاجي هنا ال container اه عشان نتست ده على ال ui هخليه يعرض لي اه text مثلا يقول فيها عمر عشان نتست ال screen دي لما نافجيت ليها و اه هروح لل app router هقوله رجع لي ال screen بتاعتي اللي هي characters screen و اه ال generator ده طبعا مديني ال break ده انا همساحه دلوقتي مش عايزه ال default ده ممكن ان انا اشيله برضو دلوقتي مش عايزه طبعا هنا زعلان هقف عليه زعلانان ليه زبايا دي فهاجي هنا عند ال route اديه علامة استفهام علامة الاستفهام دي بقوله ان هي نالة بل يعني اخد بالك عشان ال null safety. طيب انا هنا عملت ايه? انا هنا جيت في المين. انا هنا جيت في المين عملت راوت راوت ده. بيخليني اعمل انا سميته اب راوت بحدد فيه بتاعتي دي اول screen عندي. طب لما اجي عمل screen تانية هقوم جاي اعمل هنا مسلا كيس تانية واحدد مسلا دي ال details مسلا يعني. انا مش عمل ده الفيديو ده بس بقول لك. details screen هقوم اي return وقوم رجع material page route واقوم بعيدها. دي طريقة اسهل في الراوتينج. انا هاجي هنا في المين. وهاجي هنا محتاج ان انا استدعي اللي انا عملته بتاع الراوتينج. فانا هاجي هنا جوه الbreaking bad اب هقول له final اب راوتر هسميه اب راوتر وهاجي هنا هقول له الاب راوتر بتاعي dot generate route. عملت اه او عملت او عملت من الاب راوتر سميته اب راوتر. والاب راوتر ده جيت في قولت له اب راوتر dot generate route عشان استدعي الفونكشن اللي اسمها generate route اللي هتبدأ تزبط لي الراوتس بتاعتي. تمام? طيب هوم يديني error عشان احنا محتاجين نزبط الكونستركتور هقف عليه كده هدوس control وعلامة في الكيبورد عندي حرف اللي جنب الزين اللي هو علامة اصغر من عند عند النقطة. وقفت على الابرة ودي دست control على الكيبورد ودست على النقطة. control والنقطة. دي تقريبا اسمها ايه بتاعت. اللي انا قلت لكم اسمها الدارت لا الدارت data class generator. هي دي الدارت data class generator. جميلة قوي. فهاقف هنا. هقف. هنا هدوس control والنقطة. وهقول له اعمل لي create constructor. راح مكاريت لي الكونستركتور وهنا الاب راوتر ده. زعلان عندي two options ممكن انا. اجا اقول له هنا مسلا. required. عشان انا محتاج وانا بعمل break in bad اب محتاج الراوتر في الراوتر اساسي معي هو اللي هيتحرك لي ما بين ال screen كلها. فخليته required طبعا هنا اداني error لان انا طالما خليته required يبقى وانا بستخدم ال constructor بتاع break in bad ده بتاع ال close. محتاج ان انا ادي له فوق هنا الاب راوتر وهاجي هنا هقول له اب راوتر كاني بكاريت object جديد منه او كاني بكاريت new اب راوتر يعني. طبعا ده هيديني مشكلة برضو في التست لو انت اخدت بالك ان انا هنا في التست وانا باصل break in bad هيحتاج في ال constructor بتاعه برضو. الاب راوتر زي ما انا عملته هنا. فهاخده كبير كده من جوه. زي ما هو. وهحطه هنا. الاب راوتر ده محتاجي تعمل له امبورت. هقف عليه هنا كده وادوس امبورت. عمل لي امبورت في التست هنا خلاص مش هاجي ناحية التست دي تاني. مش هستخدمها تاني. هاجي هنا في المين هلاقي ان المين عندي خلاص انا مش هحط حاجة تاني في المين. المين كده لحد اخر البروجيكت هتفضل زي ما هي. خالص مش هعمل فيها اي حاجة. عملت نادهة الاب راوتر اللي هزبط لي الراوتين كلها. لغيت العلامة الديباج بتاعة البانر بتاع الديباج اللي فوق ده. زبطت الجنريت راوت عندي. زبطت كل حاجة خلاص. المين ده انا مش هفتحها تاني. اش تو? طيب هاجي عند الاب راوت عندي الاب راوت انا كده خلاص هقدر ان انا اه اتحرك للسكرين دي واقدر ان انا انا فيجيت للسكرين دي من غير اي مشكلة. وهنا في بيقول لي عمر تعالى كده نعمل ونشوفه لما يرن هيفتح على فضية تقريبا وهيقول لي فيها عمر كده بخط كبير قوي. من غير بقى من غير من غير اي حاجة. انا بس ببدأ بتست ان انا عندي شغال عندي مظبوط ما فيش في مشكلة وكل حاجة فيها تمام. والكلاس بتاع اب راوتر ده مظبوط. طبعا هلسة هنزبط الاب راوتر ده كتير. وهنزبط بقى الحتة دي نحطها في نسميه ونزبط فيه الدنيا كده. على بل ما يرن طيب انا جبت لكم الالوان اللي انا استخدمتها في الاب ده. الالوان دي فممكن نبدأ نزبط الالوان بتاعتنا كده. تمام? فين? اهو. فانا هاجي عندي في الليب انا عندي هنا في الليب البيزنس لوجيك الديتا البرزنتيشن والاب راوتر والمين? الفايل ده اللي هو اه ده كده اوتو جنريتد فايل مش انا اللي عملته يعني مش انا اللي بعمله هو اتعامل لوحده. هاجي هنا في الليب هعمل اه فولدر هسميه كونستانس كونستانس الحاجات اللي هي السابت يعني لسوابت اللي عندي وهاجي هنا جوه الكونستانس ده هعمل على بل ما يرن بس نستغل الوقت يعني اسميه سترينجز دوت دورت ده انا هحط فيه البتاعي البتاعي اللي هو ده اللي هو مش هيتغير اللي اللي كان في الدوكيمنتيشن ده ده البتاعي هستخدمه ممكن احط ايه تاني غير البتاعي اللي ممكن اه نحط مسلا اللي هي الحتة دي اللي هي العلامة دي اللي بتعبر عن الهوم سكرين عندي ممكن احطها في نيم عشان يبقى نيم بتاعها احسن شوية او يبقى شايف او اللي بيقرأ الكود يبقى فاهم اللي بيحصل هو المفروض ان هو كده عمل رن وفتح لي على شاشة سودة فيها كلمة عمر زي ما احنا ما عملنا اهو في السكرين بتاعتي فين هنا اهو عمر لو غيرت عمر دي مسلا خلتها عشان بس ان تست ان هي شغالة هقول تست وهعمل هو تريستارت وهلاقيه غير لكلمة عمر سميها لي تست بتأكد بس ان الراوتنج عندي تمام والدنيا شغالة والقاب ما فيش فيه وقال لي تست خلاص كده كل حاجة تمام تعالوا بقى نيجي في اللي عملته ده ممكن اعمل هنا اقول فاينل بيز يو ار ال وهقول بي ايكول هعمل هنا هجيبي بتاعي اللي مش هيتغير خدته كابي خطيته هنا اهو تمام ممكن السلاش دي السلاش اللي في الاخر دي ممكن اه ممكن اشيلها حطها هناك او اسيبها هسيبها هنا ماشي مش هتخص مش هتخصر معايا هاجي هنا هقول له برضو اه ممكن اقول له فاينل برضو او كونست او اي حاجة اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا احطها هنا. فبتقول لي عمر انت ليه بتعمل كده ما هي كده كده سهلة وما فيش فيها مشكلة. اقول لك عشان لما اجا اقول كده هيبقى شكلها ريدابل اكتر. وعمل لها امبرت. هيبقى شكلها هنا ريدابل اكتر. او عشان ريدابلتي تبقى احسن كمان. ممكن اقول هنا مثلا. كاراكترز سكرين. عشان تبقى الدنيا بقى مظبوطة قوي معاه. يبقى انا هنا في الكيس ان الكاراكتر سكرين هيدخلني على الكاراكتر سكرين. كده الدنيا قلطف بالنسبة لي. وهعمل واحدة تانية. لآآ كاراكتر ديتيلز سكرين عشان لما اجي انا عندي في القابة عشان لما اجي اروح هعمل الكاراكترز ديتيلز وهعمل آآ سلاش كده وهقول له دي اللي هي بتاعتي اللي انا هبدأ بقى اعمل آآ كيس تانية يعني كده مثلا مثلا يعني. هعمل كده كيس. هيخد الكيس دي كابي رايح دماغك. خد الكيس دي كابي. طا هنا. وبدل ما هي سكرين هخليها سكرين وهتخليها ترجع لي السكرين بقى التانية اللي انا لسه هعملها. تعالوا نعملها. فيش مشكلة. اقول. كاراكترز ديتيلز دوت دارت وهعمل ها امبورت الماتيريال انا مش هستخدمها في الفيديو ده بس عملتها مش هتخسر معايا. وهقول له آآ استيتلس ويجت هقول كاراكترز كاراكتر ديتيلز سكرين. تمام? وهاجي هنا الكاراكتر سكرين دي. هاجي في الاب راوتر. هخليه رجعها لي. هايزة يعمل لها امبورت. يعمل لها امبورت. ما تشغلش بالك بالامبورتس. هتلقى لك عندي فيه اكستنشن هتزبط لي الامبورتس في الاخر. كده انا عندي زبط الاب راوتر. دي هترجع لي الكاراكترز ديتيلز سكرين. دي هترجع لي الكاراكترز سكرين. كده الكود عندك رايت وجميلة. لو انت جيت الراوت بتاعك في حالة ان الكاراكتر سكرين هيبيلد الكاراكتر سكرين. في حالة الديتيلز هيبيلد الكاراكتر ديتيلز سكرين. لو جيت فتحت المين هتلاقي المين سهلة وسالسة وجميلة. والكود انت انت فاهم ايه اللي بيحصل. يعني الدنيا بالنسبة لك مش صعب ان انت تقرأ ايه الموجود. طيب. انا محتاج اعمل ايه بعد كده? انا محتاج ان انا اه بتاعتي دي اجيبها. الكلارز اللي قلتلكو عليها دي محتاج ان انا اجيبها. ممكن اجي في الكونستنز هنا عندي اعمل اه فايل اسميه كالرز او ماي كالرز مسلا اشان يبقى الاسم معبر اكتر ماي كالرز دوت دارت وهاجي هنا في ماي كالرز دوت دارت دي هقول له اعمل وهاجي هنا هعمل كلاس هسميه ماي كالرز مسلا وهاجي جول ده هقول له static color هقول له مثلا my yellow هقول له color مثلا وهقول له اللون بتاعي مثلا اللي انا عايزه اللي هو نحط اللون بتاعنا اللي هو ده اللي هو بيعبر عن اليلو اهو يبقى انا كده جبت اللون بتاع اليلو بتاعي هاخد اللاين ده copy احطه هنا واحطه هنا وهجيب الجري بتاعي اهو وهجيب اللي انا استخدمته هو مش ابيض قوي يعني ايه ابيض تحسوا كده مش مش وايت اا قوي يعني هسمي ده ماي جري وده ماي وايت كده زبطت الكلارز بتاعتي خلاص هقفل الفايل ده مش عايزه وماي كالرز اهي عندي مزبوطة والدنيا جميلة والسترينج اهي عندي مزبوطة والدنيا جميلة طيب محتاج انه نعمل ايه بعد كده محتاجين ان احنا بقى نبدأ انا زبطت عندي الروتنج زبطت عندي اللي انا استخدمها زبطت عندي زبطت 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 اللي إيه شترينز زبطت اللي انا هبدأ انا جيت لها البرزنة اللي ديتالير الموديل والروبستوري ولويب سورفه جاهزين الكيوبة كنا عملنا مع بعض والكيوبة فاضي ولو خدت بالك الارر اللي كان موجود في الكيوبة راح خلاص بما ان احنا جدنا الدمندا بتاعة daughter block فخلاص ما بقاش عندي في قرر في الكيوبت ولا في اي حاجة تعالوا بقى نبدأ ان احنا نموديل نعمل الموديل بتاعنا بتاع الكاركتر ده نعمل الموديل بتاع الكاركتر طيب انا هعمل الموديل بتاعي هاجي هنا في الموديل هعمل فايل هسميه انا هاخد الموضوع من وراء القدام من وراء القدام بالنسبة يعني مش ابدأ اشتغل على وابدأ اشتغل على وابدأ اشتغل على وابدأ اشتغل على وابدأ اشتغل على والموديل مش دي مش دي ده مش دي اللفة بتاعتنا اللي احنا عارفينها لأ انا هبدأ من وراء القدام هبدأ ان انا من وراء القدام بمعنى ايه ان انا هبدأ ازبط الموديل بتاعي بعد كده ازبط بعد كده ازبط بعد كده ازبط بعد كده ابص اليو اي. هبدأها من هنا الهنا. يعني اخر حاجة هعملها. وانا بزبط بقى او الكلام ده كله وبجيب الديتا بعرضها. دي اخر حاجة انا هعملها. فيه ناس بتحب تبدأ الاول باليو اي بعد كده البلوك. بعد كده لأ انا بحب اجيب التسلسل المنطقي للسورس بتاع الديتا. الديتا جاية منين من النت. طب خلاص هبدأ ازبط الموديل الويب سورفزيز الروبوستري وهكذا. طريقة ان انا ببدأ اعمل الفايلات بتاعتي يعني. او ما فيش فرق هي تفضلات بس. مش 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 مشكلة يعني. هبدأ ان انا اعمل كلاس. هسميه. الكلاس كاركتر ده هبدأ بقى اشوف عندي هنا. الحاجة بتاعتي عاملة ازاي. انا محتاج هنا محتاج 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 الامج الستيتس النيك نيم محتاج الحاجات دي كلها. طيب. تعالوا نعملهم كده مع بعض. فيه حاجات كتير قوي بتسهل عليك ان ان انت تعمل الموديل كلاس ده زي فايلات كتير قوي. اه جيسون تدارت وفيه مواقع كتير قوي حلوة في الموضوع ده بس انا هعمل ده بقدينا مع بعض دلوقتي. هقول له انت شار اي دي. هقول له سترينج النيم عندي شار اي دي والنيم عندي النيك نيم بعدين هقول له سترينج نيك نيم هقول له سترينج الامج بتاعة الكاركتر اللي هي دي. هم سميها اي ام جي انا سميها عندي ايمج وبعد كده واحنا بنمبق للجيسون او احنا بنعمل عملية واحنا بنقول هبدأ اخد الاسم ده بقا ايمج واقول جيسون وافتح القوس بتاع الامج. طيب. عندي ايه تاني غير الامج عندي اه الاكيباشن دي اللي هي الحاجة الدور اللي هو كان بيعمله او الوظائف بتاعته ممكن نسميها اي جوبس مثلا ممكن اقول له هنا مثلا ليست هيد خد بالك ليست هيداريك كده ليسته يعني دي لليسته جوة الاوبجيكت اللي هو جوة ليسته يعني عندي دي الليستة بتاعتي جوها اوبجيكت اللي هو جوها الايتم الواحد الايتم الواحد ده نفسه جوها ليسته اهي ولستة تانية اهي دي لستة الابيرنس الظهور بتاعه في المسلسل ظهر في السيزن الاول والتاني والتالت والرابع والخامس ودي لستة الوظائف اللي هو slow recommended اللي هي ال copy فانا هاجي هنا أقول له لستة off ممكن هقول له dynamic dynamic دي اللي هي تقبل اي data type اي data type عجل كده generate هقول له لستة من the jobs دي اللي هو كان بيشتغل بيها في المسلسل وممكن هاجي يقول له هنا string اسمها ايه? الستيطس بتاعته دي اللي هو حالته ايه في المسلسل? ميت ولا عيش ولا ظروفه ايه? فممكن نيجي نقول له status if dead or alive. الستيطس بتاعته if dead or alive. نخلي النام معبر شوية عشان نعرف اللي بيحصل. هاجي هنا هقول له. لستة ثانية. الف الديناميك. الليستة دي بقى ممكن نخليها بتعبر على بتاع السيزنس. اللي هي الليستة دي. بص. فهاقول له. لستة of appearance of seasons. الappearance of seasons. ممكن نقول له بعدها. آآآ دي اللي هو الاكتور نيم. الportrait دي. portrait portrait. portrait دي اللي هي الاكتور نيم. اسم الممثل يعني. ده الممثل اللي عمل الدور. مش اسم الشخصية. فاهم? وممكن نقول مثلا string actor name. وممكن بعدها فيه هنا آآآ اللي هو زهر فيه هل زهر في مسلسل بريك ان باد بس ولا زهر في بريك ان باد وبتر كول سول. في بعض الممثلين هتلاقيه زهر او زاي ده زهر في بريك ان باد وبتر كول سول. المسلسلين. وفيه واحد زهر في مسلسل واحد بس. فدا الكاتيجوري بناء على هو يعني زهر يعني مسلسل منهم. فممكن نيدي هنا نقول. المسلسلات اللي هو المسلسلين يعني. بعدها ممكن نقول. واللستة دي نخليها بقى. اللي هي بتاعه في بيتر كول سول. يعني انا عندي فيه مسلسلين. ده في المسلسل الاولاني. ده في المسلسل التاني. اللي هي هنا فاضية بيتر كول سول. لانه هو اصلا بتاعه بس. ما ظهرش في المسلسل التاني. فبالتالي اللي هي فاضية. لكن لو واحد ظهر في الاتنين. زي مثلا. زي اه ده. ده واحد ظهر في بتاعه. ده اصلا ده اللي هو اللي اتعمل عليه مسلسل اه بتر كول سول بتر كول سول دي الشخصية اللي اتعمل علي المسلسل التاني اللي محامي بتاعه فالظهور بتاعه في مسلسل اولاني بريك ان بات ظهر في سيزون اتنين وتلاتة واربعة وخمسة الظهور بتاعه في المسلسل التاني واحد واتنين وتلاتة واربعة وخمسة لان هو البطل بتاع المسلسل التاني فانا محتاج اعمل آآ لستة تانية بتاعة الظهور بتاع مسلسل بتر كول سول المسلسل التاني للشخصيات اللي ظهرت فيه. تمام? فهعمل ايه? فهقول له آآ بيتر كول سول طبعا الارس دي كلها هنزبطها دلوقتي هعمل هنا هقول وهبدأ ان انا ماب الجيسون ده بقى وازبط الدنيا. هاجي هنا هقول له ماب و دي كومة وهاجي هنا هقول له جيسون مسلا. تمام? طيب هنبدأ بقى هنزبط الحاجات دي كلها. طبعا انا عندي هنا مديني مشكلة بسبب هنزبط مشكلة دي دلوقتي. هاجي هنا هقول همسك بقى واحد واحد هقول وهجيب بقى اسمه هناك كان عامل ازاي يعني ده ده النام اللي انا سميته. ده الاسم اللي عندي انا. اللي انا مسميه بناءة على بتاع اللغة اللي انا شغال بيها اللي هي دارته. لكن هو بقى هناك في الابي اي او في الباك اند. كان اسمه ايه? كان اسمه char underscore id. الاسم char underscore id ده انا هاخده حطه هنا في الجيسون. char underscore id انا هاخده حطه هنا عندي في الجيسون. هاخد ده كابي. طبعا هو مديني اه ايرر هنا بيقولي. ايند فايند مش عارف ايه اسيف اكمل ايرر ده هنزبطه دلوقتي. هاخد اللاين ده كابي. كتير كده كتير 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 كتير. عشان هبدأ ان انا اخد بقى كل دول هنا النام. نعملهم كلهم. وهنا الناكنام. وهنا الامج. والجوبس. status. اه اكتور نيم. واخر حاجة. همسح اخر واحدة دي مش عايزها. دايما بطلق بطل حتة دي تعالى نعدهم من اتنين لحداشر. يعني عشرة صح كده? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة وهنا المفروض يبقى عشرة برضو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. ما نسناش حاجة. طيب اوكي. طب الارور ده عندي ليه? الارور ده عندي عشان النال سفتي. فانا ممكن فيه كده حلوة في دهارت اسمها دي كده بقول البروجرام ان هو اه انا ده بعدين. انا ده بعدين. اللي هو بس قبل ما عمل انا عندي دي ارور لان انا محططوش. اللي هي الدابل دي دي شايف? اللي هي الدابل ده المفروض يبقى اسمه في الجسم. زي ما هو كده عندي في دابل انا المفروض احطه هنا في او دابل او في فلاتر عندي عادي ان انا اعمله كده. ان انا اعمله كده عادي او ان انا خليها بس واحدة كده برضو في فلاتر عادي او او ما عنديش مشكلة. فدي اللي اللي بعدها النام اهو. ممكن نخليهم بقى كلهم طالما همشي بكله كده بقى مزبوطة خليهم كلهم عندي هنا انا ما جبتش ولا جبتها? جبنا صح? ما جبناش طيب خلاص. ولا كأننا شايفين حاجة دي اللي هي الجوب بتاعته. اهي. هين الجوب اهي? احطها هنا. والامج دي. هين الامج بتاعته? اهي. وعندي بعدها اللي هي اخدها احطها هنا. عندي بعدها بتاعه اللي هو الاسم المستعار او الدلع بتاعه يعني. النيك نيم اهو. عندي بعدها الابيرانس الظهور بتاعه. الظهور بتاعه في مسلسل بريك ان باد انا سميته الابيرانس بس تقريبا صح? سميته الابيرانس اوف سيزن. اللي هو اللي هو على مسلسل بريك ان باد يعني. بعدها عندي دي اللي هي دي اللي هي الممثل. هنا. وبعدها عندي الكاتيجوري اللي هو ظهر في عناه مسلسل بيتر كولسول ولا اهو. عندي اخر حاجة. البيتر كولسول اهو. طب هو مديني ارر ليه? هو بيقول لي. انا مشكلة بسبب. في حاجة انا ممكن اعملها. هو زعلان عشان الامج. ممكن هيجي قبل الامج واقول له. دي يعني باقول له ايه? انا باقول له انا اه هدي الامج دي بعدين. هو عايز يقول لي اما تديها value كده. يهما تقول بت ايكول. وتديها مسلا سترينج فاضي كده. او تديها مسلا اه اه تقول مسلا اي قيمة. عشان موضوع النال سيفتي الجديد بتاع فلاتر ده. فانا فيه كيوارد جديدة. هي مش جديدة في اه ان جنرال في البرجرامنج. هم عملوها جديد في دارت بعد النال سيفتي ان انت ممكن تقول له ليت. ليت دي اسمها ليت. اه زي في كتل اللي اسمها ليت ليت انيشيال اللي هو انت عايز تقول له انا هعمل لها بعدين. يعني اعملها لي دلوقتي كده بس. وانا هزبطها لك بعدين. مش هخليها تبقى نال. او اللي هو ايه. هديها قيمة بس مش وانا بديكلير الفاريابل. هدي له قيمة. بعدين. ليت. ليت يعني متأخر. فانا هخليهم كلهم ليت. وكده مش هيبقى عندي error خلاص. الارر الراح. عنديش اي error خلاص. قلت له ان الحاجات دي انا هديها قيم ليت متأخر. اتقل علي. ممكن حد يجي يقول لي طب انت عدت تلت ساعة تعمل كل ده وتعبت نفسك ليه? ما تيجي هنا اعمل ترايح نفسك وتقول جيسون. ورايح نفسك وهتلاقي موقع جميل لذيذ ظريف خفيف انا بستخدمه. ودي اعمل جيسون بتاعك كله. ورايح نفسك ورمي في الموقع. وسمي الكلاص كاراكتر زي ما انت عايز. وصباح الفل. اقول لك ماشي. عنديش مشكلة. بس انا حبيت ان انا اكتبه بادي. اهو نفس اللي احنا عملنا. انا حبيت ان انا اكتبه بادي وانا مش عارف الموقع ده النال سيفتي بتاعته عاملة ازاي? متزبط النال سيفتي ولا لا? فانا حبيت نكتبه كده بادينا احنا بنتعلم يعني مش مش معندناش ومتاخرين على احنا بنفهم. فانا حبيت ان انا نكتب عشان نفهم. اوكي? لكن وانت شغال استخدم اللي انت عايزه يعني. براحتك فيش مشكلة خالص. مش عارف الفيديو ده تقول ولا لا? فعني انا ممكن اوقف. حاسم تقول. دخل فقد ايه? نص ساعة يا نهر ابيض. طب انا انا في الفيديو دابا او كامل الفيديو جاي. نشي؟ موسيقى